برنامج نجا والخرط الاستراتيجية التي ستعتمد لتنزيله في المغرب من أجل تخطيط مالي ومؤسساتي ناجع في المستقبل كانت المحاور الأساسية التي أدرجت في جلسات النقاش ضمن ورشة رفيعة المستوى نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي أنا سعيد بتواجدي هنا اليوم من أجل إطلاق برنامج استراتيجي ومهم جدا يدخل في إطار دعمنا المستمر للمملكة إنه برنامج نجا لدعم القطاع العام في ثلاث مجالات مختلفة ويتمحور برنامج نجا حول ثلاث مجالات أساسية دعم نجاعة الإنفاق وتحصيل الضرائب ثم رقمنة الإدارة في القطاع العام على الصعيدين الوطني أو الجهوية هذا البرنامج الذي يتأسس على تطوير الطرق والأساليب من أجل نجاعة أكثر في أي مجال من المجالات وفي نفس الوقت يقدم مفاتيح العمل والفرص المتاحة على المستوى الوطني والمحلي وكما قلت سابقا الرقمنة مثلا تعطينا إمكانية للتواصل بين المواطن والإدارة بطريقة سريعة وناجعة وشفافة أيضا ويندرج هذا الحدث في إطار سلسلة الأحداث التحضيرية للجماعة السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي ستعقد في أكتوبر 2023 بمراكش من أجل نجاعة مالية واستثمارية في مختلف القطاعات التي تروم خدمة المواطن والاستجابة لتطلعاته اشتركوا في القناة